في هذا الفيديو سنقوم بإضافة شريحة أو طبقة لمحافظات السورية ومن خلالها سنتعرف على الفوارق بين التلميحات وهو تعريفها يظهر الآن ما هي التلميحات ما هي اللابلز ما هي النوتايشنز كليك يمين على الطبقة Properties ثم نختار Properties فتظهر نافذة الاختيارات من Tab Display نفعل حق المطلوب للتلميحات وهو حق الProvence يحوي كل الأسماء للمحافظات من الضروري جدا تفعيل Show Map Tips وإلى لا تظهر التلميحات بالوقوف على كل محافظة نجد الاسم يظهر لدينا قد لا نحتاج إلى ظهور الأسماء بشكل ثابت على كل محافظة لذلك قد نلجأ إلى Tips أو التلميحات التي قد تساعدنا في معرفة مجموعة من المعلومات اللابلز هي عنوين ثابتة تظهر على الطبقة ونحن أيضا بإمكاننا تحديد هذه العناوين فقط كليك يمين على الطبقة وكليك على Label Features فتظهر لماذا لم تظهر كل اللابلز وظهرت فقط اسم أنتاكيا وذلك لأن بذهاب إلى Properties كليك يمين Properties ثم التاب Labelز نلاحظ أن الحقل المطلوب للليبلز كان حقل مختار بشكل خاطئ وإنما الحقل الصحيح هو Provence نفس الحقل الذي اخترناه للتلميحات يمكن أيضا التغيير بين الألوان وشكل الخط وحجم الخط للليبلز حسب ما هو مطلوب إذن التلميحات تكون آنية فقط أما اللابلز تكون ثابتة ما هي الحواشي التفسيرية أو الannotations قد توفي اللابلز بعض التفاصيل ونحتاج إلى تغيير مكان هذه اللابلز بالتالي نحولها إلى annotations إلى حواشي تفسيرية وذلك لأنه بالإمكان التعديل في خصائص الحواشي التفسيرية على عكس اللابلز لكن لا يمكن تحويل من Convert Labels to Annotation إن لم يكن Label Features مفاعل إن لم يكن Label Features مفاعل لن تظهر لدينا هذه النافذة Convert Labels to Annotations باختيار الخريطة والامتداد نلاحظ أن Label Features لم تعد موجودة إذن ما هذه العناوين التي ظهرت كانت Annotations بإعادة تفعيل Labels تظهر العناوين مرة أخرى طبعا يمكن الآن نلاحظ كيف يمكننا التغيير في مكان Annotations وفي المحاضرة الخامسة سنتعمق أكثر فيما يخص Annotations والتي هي إذن كما سبق وذكرنا إذن Labels ولكن يمكن التغيير في خصائصها فقط هذا هو الفارق بين الـ Labels والـ Annotations والـ Tips بالإذن كما سبق